مصنع الفندي والحزاء الرياضي بالشراكة مع إبدأ والساز أحمد العريان تفضل سيادة الرئيس كل عام وأحضرك بخير شرفتنا ومورتنا أحمد العريان رئيس مجلس إدارة العريان جروب للغزل والنسيق وصناعة الملابس والحزياء الخفيفة حضرتك يا رئيس قلتنا إبدأه في مؤتمر الصناعات اللي فات وإحنا بدأنا بالفعل بالشراكة مع شركة إبدأ لتنمية صناعية وعملنا لأهلنا في صهاج في غرب جرجا أول مشروع لصناعة الفندي والكوتشي في الصعيد يا فندم ده نموذج لمصنع كبير إن شاء الله هنعمله لأن إحنا بنحلم زي ما حداك قلت وهنحقق إن شاء الله وهننفذ إن إحنا نجيب أكبر مصنع في الشرق الأوسط بخمسمائة مكينة والخمسمائة مكينة ده يا فندم ممكن يطلعه من تسعة إلى عشرة مليون قطعة حزاء في السنة وبالتالي يا فندم يبقى فيه طعميك للصناعة وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الواردات يا فندم وتوفيره عملة صعبة يا فندم إن شاء الله إن شاء الله يا فندم هننجح إن شاء الله وبقول لحضرتك اسمح لحضرتك إن نقدم أول ألف كوتشي هدية مننا لأهلينا في حياة كريمة وأشكر حضرتك جدا 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 يا فندم على دعمك للصناعة الفترة اللي جاية وإن شاء الله خير إن شاء الله خير شكرا يا فندم جدا لا استنى بس يا عريان بقى استنى استنى كم واحد شغال عندك لو سمعت حوالي عشرين يا فندم طب مرتباتهم من كامل كامل فندم إحنا عملنا إعلان بالفعل وجبنا من أربعة إلى ستة يا فندم وفيه عندنا بيوصل لسبعة وتمانية وتسعة وعشر فندم عشر تلاف أيوة يا فندم أنا بقولي الكلام ده مش عشان حاجة جابني نسمي له المهندس تصميمات تفضل تفضل يا فندم طيب أنا بسأل السؤال ده مش عشانك أنت ومش عشانك أعرف ده كل ما كل ما العامل تفضل تفضل يا حمد يا فندم احنا بنشتغل بطريقة وقعية يا فندم الفني لما يبقى عنده خبرة أكتر المهندسة ما يبقى عنده خبرة أكتر بيزيد في المرتب ويا فندم إحنا في الشغل عندنا بنديله نسبة على الإنتاج كمان يا فندم كل ما يشتغل كل ما ربنا يرزوه أكتر يا فندم دعب أكلم أنا ويا فندم أبو الشرك يا فندم برضو بحاجة كويسة إن احنا الخمسمائة مكينة احنا اتفقنا مع الشركة الموردة للمكان عندنا إن هما ييجي يصنعوا الخمسمائة مكينة هنا ويبقى بالفعل المكينة والمنتج صنعة في مصر بكل فخر دا اللي احنا بنحلم بها فندم وهننفذ إن شاء الله فندم إن شاء الله بالتوفيق وألف مبروك على المصنع الصغير والمصنع الكبير إن شاء الله وأنا عايز أقولك على حاجة لما بسأل على أرقام عدد اللي بيشتغل أو كان بيقبض ببقى عايز ألفة النظر للناس إن قد إيه المجمع ده الدكتور مصطفى والأحمد وزير التجارة قد إيه لو إحنا قدرنا نتوسع ونيسر للناس ونخليهم يبدأوا ويشتغلوا كده إحنا حنساهم مساهمة كبيرة جدا أولا بإن يطلع منتج الناس يستفيد منه لأن الكلام اللي معمول ده أكيد أهالي الصعيد وأهالي سهاج حيستفيدوا من المنتج ده لأولادهم اللي في المدارس وقال أي حد حيلبس الحاجة ديت وبسعر معقول غير لو إحنا استوردناه من برا أو جبناه حتى من القاهرة لهنا يبقى ده بينتج لصالح المنطقة أو يعني محافظة السهاج والمحافظات اللي جنبه لكن شوفوا النهاردة الكلام اللي بيتقال إيه كل ما بيشتغل ويبقى ماهر كل ما ياخد أكتر كل ما يشتغل ويبقى ماهر ياخد أكتر فأنا يعني بسأل المرتبات عشان كده عشان أولا نطمن أن الرقم ده رقم معقول والصناعة دايما مرتبتها أكتر من أي حاجة تاني يعني ده كمان حاجات تكنولوجيا محدودة تصوروا لو احنا بنشتغل في تكنولوجيات متقدمة ونزل الوقفة على المكان ده عفوا بتعمل حاجات متقدمة أكتر كل اللي حتلبه منك وده محتاج أن احنا كدولة نساهم معاك نساعد معاك فيه أن موضوع البحوث وجودة الإنتاج نساعد المصانع دي أيضا على أن هم إذا كانوا محتاجين تدريب نساهم في التدريب ده أو نوفروا خبرات نوفرها عشان المنتج بتاعك يبقى منتج منافس وبيحقق المواصفات العالمية اللي هي بيتم انتاجها في أحسن وأكثر الدول تقدوما يعني طب